قالوا إن القهوة من المحفزات القوية وقد يتعرض من يتناول كميات زائدة منها لمخاطر صحية كالأراق والعصبية وإدرار البول والصدى ولكن الجدل حول فوائدها ومضارها لا يتوقف أبحث صحية تقول إن لها فوائد بتناول كوبا واحد أحدثها تلك التي أجريت على القهوة اليونانية مجلة The Fascular Medicine أو طب الأوعية الدموية زعمت أن تناول كبار السن في جزيرة إيكاريا اليونانية للقهوة له علاقة بانخفاض معدلة إصابتهم بأمراض القلب يجري إعداد هذا النوع من القهوة في وعاء صغير مخصص لصنعها وتتميز تلك القهوة بقوتها وبراغة كثيفة تعلوها تماما كما يتناولها معظم العرب الذين يقالوا إنهم أول من عرفها من خلال جماعات التصوف عندما كانوا يستخدمونها في حلقاتهم الليلية دراسة سابقة ربطت المستويات العالية من الكافيين بالارتفاع في مستوى الكوليسترول والارتفاع قصير الأمد في مستويات ضغط الدم دراسة أخرى لجامعة هاربارد الأمريكية أظهرت أن تناول ستة تكواب من القهوة لا علاقة بارتفاع معدلات الوفاء دراسة أخرى أجرتها جامعة بلانسيا في إسبانيا قالت إن الأمراض المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية لا ترتبط بتأثير القهوة التي يتناولها الإنسان بل إن القهوة ترتبط بالانخفاض في مستويات الإصابة بمرض السكري وأمراض الكبد أما بالنسبة للسيدات فقد أظهرت دراسات أن لواتي تناولنا كوبين أو أكثر من القهوة في اليوم هنا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب ناهيك عمل القهوة من فوائد على المستوى الاجتماعي والنفسي وهناك جذل حول تأثيرها على صحة العقل الجذل قائم ولكن حقيقة واحدة تبقى ثابتة وهي أن مئات الآف عبر العالم يعتمدون على صناعة القهوة من المزارع إلى المصدر إلى الموزع والبائع إلى الصانع والآن يصرحون لشاربها بجوازها دون تردد فهنيئا لمن يشربها ولمن يقدمها حيا نعقوب بي بي سي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر